في واحدة من أخطر العمليات العسكرية تتكشف حقائق جديد حول عملية الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مركز للبحوث العلمية في سوريا أكد أنه مخصص لإجراء بحوث عسكرية إيرانية ويضم قوات من الحرس الثوري الإيراني وتزامنا مع تلك العملية التي جرت قبل أيام كشفت وسائل إعلام عبرية وغربية عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي إنزالا جويا استهدف المنشأة الإيرانية وتزامن مع قصف جوي عنيف اشتبكت خلاله القوات الإسرائيلية مع جنود إيرانيين وسوريين وأسفر الاشتباك عن أسر شخصيتين إيرانيتين مهمتين ليس هذا فحسب بل تمكنت القوات من الاستلاء على وثائق بالغة الحساسية يعتقد أنها تحتوي على معلومات سرية تتعلق بتطوير أسلحة متطورة مثل طائرات بدون طيار وبرامج لتطوير الصواريخ الدقيقة أما عن أهداف إسرائيل المباشرة من ذلك النوع من العمليات كشفت مصادر مطلعة على وجود خطر تمثل بتطور الدعم الإيراني لأذرعها في المنطقة بتزويدها صواريخ باليستية لذا تحرك الجيش الإسرائيلي للحصول على تلك الوثائق التي دللت على منح إيران تكتيكا لصناعة أسلحة لأذرعها المصادر كشفت أن إيران في السنوات الأخيرة بدأت تنتهج مبدأ توزيع قواها العسكرية وقدراتها الصاروخية على أذرعها وهو ما حرك إسرائيل لخوض حرب أطلق عليها بحسب خبراء حرب الأهداف المنتخبة ما يعني وضع خارطة أهداف تنتخبها إسرائيل ضمن معركة استخباراتية بعد أن تأكدت تل أبيب عن وجود مخاوف إثر تلك المواقع البحثية لتعمل على تعطيل قدراتها في الصناعة العسكرية الذاتية وأسلحة إيران الاستراتيجية والتي وصلت إلى تطور غير مسبوق تمثل بمنح تلك الأذرع صواريخ قادرة على اختراق الغلاف الجوي مثل امتلاك الحوثيين لأنواع منها